موسيقى 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 أنا الأستاذ يوصف محيددين عطار أستاذ لغة العربي من قرية كفرنجد متزوج وعند ولدين أنا ولدت معاقمة لأيدين والحمد لله رب العالمين وغم هذا الوضع وإعاقته حاولت أتغلب علي مرس طفولتي كأي طفل طبيعي ألعب مع الأطفال بالطابة بالطابة بعدين دخلت المدرسين عند دخلت المدرسين جو جديد قلت كمان بديت عايش مع هالجو الجديد كنت أكتب برجلي رفقاتي يشيلوا للكتب وساعدوني كان فيه إختي معي كل صاف ساعدني وتأخذ لي الكتب وطلعت من الأوائل كل صاف أطلع من الأوائل أكتب برجلي وخلص أول واحد خطة كويس قدمت أدبي فرع أدبي وأنا كنت حاطط مستقبل إلي أنه أنا بدي أدم بلغة عربي صير أستاذ عربي قدمت أدبي ونجحت بالبكروليا بمجموع كويس كتير جماعة 188 من 220 هاي كان طفولتي وحياتي المراهقة أنا في أيام عطلتي العطل الانتصافي العطل الصيفي كنت ألعب مع الأطفال أنا عندي هواية لعب الشرطرنج أحب لعب الشرطرنج كريد القدم ألعب مع رفقاتي أطلع ألعب معهم بالملاعب وكتير يعني أنا يعيش كأي طفل طبيعي أبداً أنا لا يحسون أي مختلف عنهم أبداً ألعب معهم ولا أبداً أنا فيه تمييز بعدين هون بعد ما دخلت لغة عربي اتقلت هنا أصر أدوس في إدليب جامعة إدليب جو جديد دكاترا كوادر جديدي رفقات جديدين من المحافظة ومن غير المحافظة تعرفت عليهم كمان هني كانوا كتير يحبوني ودرست معهم وطلعت من الأوائل يعني أنا طلع كل سنة بسنتها أنجح يعني معدلي تقريباً كان بالسبعين هلأ بيطلع كان أكتر بس أنا الآن ما أدرم يعني أبداً بسبب وضعي وهاريك أجيب محاضرات وأدرسهم في البيت وأطلع هنا علامات كتير كويسة بعض الموادين ما أخذ فيها علامات إنها طالعة بسما علامات زادية أم بدأ حضور هون قامت السورة يعني عند اللي تخرجت أنا هون كان ضاعتنا أخذ النظام محتلي نزحنا أول شيء على سلئين رحت جبت شهادتي من إدليب وجيد هون ما في لا تظيف ولا شيء أنا قدمت على وظيفي على زمان النظام بعد ما مش الحال وكل شيء حتى الوزير وفق علي جهاز المركز بإدليب رفضها رفضها بسبب وضعي أنه قالوا لأنه لنت خرج من وظيفك هون طلعت على تركيا الآن أهلي طلعوا على تركيا طلعت لعندن THAT song زوجت ويصيد وصال عندني ولد في تركيا اول ولد في تركيا يناسب لتشغل يدوي بدي عمل אينا ما في أبدا أنا م Perd hj أنا شيء عملي concentrate عائلة ودراستي الوضع ما عجبني بدي بس تحررت المحافظة بدي أرجع على ضيعتي تحررت المحافظة أرجعت على القرين بعد ما رجعت على ضيعة حاولت قدمت على عدة مسابقات ما نجحت فيهم إنجاحوا مع يرفضوني بسبب وضعي بدي أفتح معهد صغير الغرفي عندي فتحت لتعليم الأطفال عدة أفواج في صف الأول والثاني صف السابع والثامن والتاسع والبكر واليام وعب أخذ منه إني أجار رمزي فتحت المعهد الصغير لتعليم الأطفال أول شيء مشان إني مثلا نعيش منه مثلا نصير عندي مردود لعائلتي ولو إنه إني مع بيلبي الإحتياجات ومشان إني شفت وضع التعليم كتير سيء مدرسين ما فيه تسرب للأطفال مع بتقبل وجوه المدرسي قصف طيران كذا فتحت أهل معهد صغير وفيه إقبال كتير من أولاد القرية عنا وهني بيحبوني كتير أنا تعامل معهم تعامل لطيف ما بقص عليهم أبدا بالتعليم وسلوبه كتير كويس وعب يستفيدهم وهني بيحبوني كتير طلاب هل أنا بنشد المنظمات والهيئات والجمعيات المعني بأمور التعليم وبأمور المعاقين أنه ينظروا إلى وضعي أنا معاق بس مثقف أنه همشت من قبل تربية النظام وتربية المعارضة بسبب وضعي أنا بدي بس ينظروا إلى وضعي يعطوني أجر مقابل العمل اللي أشتغل فيه راتب شهري مقابل العب عالميني أنا بدي لأنه نعيش منه عند عيلي وعيشها العيني أنا بدي أنا راتب مقابل عملي أنا بدي راتب أنا بيديك في البيت أنا كوني صحيح معاق بس مشقف وعندي إجازة باللغة العربية أنا أهلي هني في تركيا وكتير مشتقلون وبتمنى من كل مسؤول كل معنى بأمر بأمر المعابير أنه يطلعوا إلى وضعي أنا حابب أطلع زيارة لعند أهلي بسنا بسني مرة أسبوع زيارة أسبوعية زيارة شهرية يزور أهلي وأنا بتمنى أنه يوفقوا على الطلب أنه يمشتغل أهلي كتير ومشان نزورهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر